السلام عليكم وتابعاتي الغاليات أشخباركم اللي بس عليكم عارفة روحي غبرت عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير والغبرة البنات والله يلغين مع العامل وصافي كل مرة نقول اكرم حطي واحد الفيديو اكرم حطي واحد الفيديو لكن بغي ممكن ولي عيانة الدار والوليدات مهم راكوا عارفين الروتين راها زع ما صعب باش توفق ما بين برا والدار زع ما بغي مورا صعب الله يعومنا كاملين يا بأمين قلت نشارك معكم قلت نشارك معكم مقتطافات كانت عندي واحد الكومود متع الصالي من الداخل لباتيسري وقلت نشارك معكم مقتطافات شوفو شنو هدين موجود فيها تديو افكار و هذا و قد نحط لكم الليلية في صندوق الوصف متع كل حاجة بالطريقة ديالها بالوصفة و كل شيء هنا قد نعطيكم نبدة وصافة فهنا البنات كيما شتو بديت نوجد شرمولة بسطيلة ديال الحوت اللي كندير فيها ربع بالزيد كندير فيها التومة كندير فيها موتارت كندير فيها العطرية ديال الحوت خرق قوم سكين جبير ليبزار شوية زيت الهريسة كانت نعصر فيها الحامض و كندير فيها السوس من السوجة و مهم كدير فيها و سلسة المحار و كندير فيها زعفران و تقدروا زعفران هذا كدامة زعفران و كرون بشوية ديال الماء وزيت زيتون ضروري بالنسبة للحوت كتبقى على حسابكم انا اخدمت هنا بالكروفيت بالكالامار و اخذوا الحوت هبرة الخاص بالبسطيلة سوف اخذت هذا الشيء مشيت نوجه او تاني البسطيلة اخذت طريفات متع الدجاج اللي اكيد مغسولة بالملحة والخلو ذاك الشيطة كان شري العطرية ديال الجاج وكان اخذ العطرية ديال البسطيلة ديال الجاج كل شيء يتبعون عند العطارة وتزيدوا التوابل العادية الناس كينجبير الخرقم البزار وكلش وقدروا شوية القرفة وما كدروا ش تزيد وقدروا غيلمو وتخليوا ديال الجاج يتشرب هذا التوابل سوف اخذت البنات وجهة البسطيلة وحتى هي نفس التوابل كما قلت لكم البنات المقادر مضبوطة راني ديجة حضرت معكم بسطيلة سواء الصغار سواء الكبار حضرت معاكم متاع الدجاج حضرت معاكم متاع الدجاج سوف نخليكم في صندوق الوصف تستافذوا البنات هنا كما قدرت زويتها قدرت الزبدة قدرت السمن قدرت ضغط طريفات الدجاج قدرت رباع القصبور قدرت مصر و قدرت المظهر و قدرت مصر قدرت المصر لذلك هناك نوع الكفتة كفتة و كفتة الحملة و لديك ورابس سوف نشارك سوف نشارك معاكم هذا الخبز كيف يتعمر و هناك الكفتة سوف نعمر بها البرجر و سوف نعمر بها البرجر و سوف نعمر لينام سوف نسمح لا أعرف كيف نعمر و سوف نعمر بها البرجر و سوف نعمر بها البرجر و سوف نعمر بها البرجر و شرمت هذه الكفتة و شرمت كلها و شرمت شعرية صانية و تتركض في المطاة و تدير 5 دقائق و طريقة سوف نحن نخلط كل شي شرمت كل شيء و شرمت كل نوع وتروا right مع الزبدة نحن بالسلطة يجب حسن السلطة و د 있� naught ثم نفت biodور و كت shocking لطريقة ثم ندخل و يجب حسن على سبعة حتي الحسنت على نريCH birth لكن و شهرت وضعت الكفتة وضعت جبن الطاري وضعت الكفتة وضعت الكفتة وضعت الكفتة والجبن الطاري سوف نقوم بسطيلة العبار نقوم بسطيلة العبار نعمر بسطيلة صغيرين 30-30 من نوع نوع التعليصالي نعمر لدي تشعر لديه الكفتة والجبن الطاري ودعون الكفتة والأسفل ودعون بالفارينة والماء هذا يجب ان نحن نعطي لديه نحن 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 نعطيها لديه توجوخ كملت لديه ونعمر لديه مرسة ونضعت لديه مرسة لديه الزبدة لأن يكون يحفف الفران كنت اشاركت معكم الروسيطة هنا اخدمت بالصوص البرجر وارد من هذا الخبز كنت اخدمتها لوليداتك سواء اللانش بوكس سوص برغر طريف السلاطة طريف السلاطة طريف السلاطة طريف السلاطة سوص ثم غلقت ثم نضيف السلاطة ونعمرهم في البرجر هنا اكملت البرجر في البرجر يجب ان يكونوا صغيرين في الكاميرا صوص نعمر مصر 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 ولكن الملح وشيد نعمر تبغتهم لبسات الحوت كما رأيتهم اللي طابوا حييتهم الفران لديهم الجوب المبشور و نص حامضة و درتهم حتى هما الكيغدون و درتهم في الكيسات بالنسبة للينا درت زينتهم بالجوب نتع صندويتش اللي درت له الطابع هذا ديال الوردة تا هما را هم مواجدين بالنسبة لبساط لنتعجاج تا هما غادي نعمرهم دروك هنا انا كان حاول البنت كان ننظم شو يعني في الخدمة كان مشي كان ننظم كان خدم هاك و هاك لحقاش انا اللي مسؤولة على اللي صالي بوحدي و عندي خدمة اخرى عندي كان نخدم الميلفاي كان نخدم الباتيسري و كان نخدم الصالي فهمتوني كيفاش بدك شي علش كان نضرب هاك و هاك نخدم هاك و هاك و نسأل التوفيق لكل واحد ان شاء الله لبناء الخدمة زينة سنعة زينة نصيحة من اخت ليكم شوفوا ما كان شي حاجة سهلة في ها الدنيا ولكن اليوم كان الفرص كتيرة و كان تبارك الله فين تعلمي كان لسنتر كاين و انا فاش خديت الدبلوم ديالي انا كنت نخدم الصالي و كنت نشارك معكم هاديش في يوتيوب و كنت نشارك معكم وصفات منزلية ولكن ذاكش انت على باتيسري و ذاكش مودرن او الزيت تقريت عليه الزيت الدبلوم ديالي بو يتولي البنات نحكي لكم على الهاتف كيفاش حتى دخلت مانا سنتر اللي تبعتش حال باش اخذت الدبلوم و شا تعلمت و شا تعلمت و شا ما تعلمت قولوها اللي في التعليقات نشارك معاكم تجربة ديالي نوالي و هذا اللي وراء بس البنات كي يجي وراء عينك تاخدوا خبز الطاكوس درت له هذه كصوص فخوماج درت له سلاطة درت له هنا هادك الكوردون بلو اللي قليتوا و قطعتوا هاكا ازتعلي ها الفروماج تاع ساندويش ازتعلي هالي طومات هاكا مقطعين ممكن تزيدوا الافوكا ممكن تقطعوا هاكا الجزار تقطعوه رقيق ممكن تزيدوا الافوكا و تقطعوه على حسب الحجم اللي بغيتون تومه كي يجي رائع البنات هادي غيعتهم دوها كي يجي في النا شايفو كيفاش كي يجي من كتقطعو كي يجي زوين ممكن ديروا طون ممكن أي حاجة كي تجيبكم تهو البنات بالنسبة هالي ورا بسعادو نديروهم هاكا فليكيسات و نزينهم انا با كريم فخوماج كريم فخوماج كتكون من السما بزعطار كي يجي رائعة و مبعد كان نديروهم حتى هما دي بتي كور دان هاكا درت عليهم شوية ديال السانوج من الفخ كا ديكوراسيون صافي و تقريبا هنا سالات كين عو تاني واحد الخور ديال اللي شو صالي اللي شو صاليته هما كي يجيو زويني صافي هنا وجد الحمدلله كنت واجده في الوقت ديالها كي ماشتو كل شي كان زوين كل شي كان رائع بغيت نعطيكم هاكا مقتطافات و كما قلتكم كن شجع كل بنت كن شجعها كل سيدة يعني كين صنعت بززاف ما شغي هاد الصنعة اللي كان نقول لكم انا لا باتيسري ولا كين الخياطة كينعطاها ربي الخير ديري هدف في حياتك ديري شي حاجة اللي تكون فيه تخدمي بها و كل شي هاد الوقت بغي مو كي يبغي شي حاجة تكون عندك في اليد كان نتمنى لكم التوفيق الجامع و نتمنى يعجوكم هاد الفيديو هاد المقتطافات و مره مره نقند لكم الروتين ديالي في العامل و ذاك الشي باش نديركم فيكم الكوغاج شجعونا البنات بلايكاتكم تعليقاتكم كلامكم الجاميل بارتاج للفيديو باش حكا نقول لي و نحيوشو هاد القناة و نشاركو مع بعديتنا بزاف ديال افكار الى اللقاء حبيباتي